بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة افاق لتعلم لف المحركات الكهربائية درس النهاردة ان شاء الله بعنوان لف محرك بلندر سرعتين اتنين قطب اربع قطب تلاتة فازة عدد المجاري ستة وتلاتين مجرم بطريقة اللف بإذن الله المتداخلة ستناول بإذن الله في هذا الموضوع العملية الحسابية الخاصة بالمحرك وطريق التوصيل التيار بالسرعتين ورسم انفراد كامل للمحرك ننتقل الى عملية الحسابية العملية الحسابية الخاصة بالمحرك اولا التقسيم هو نوع اللف متداخل وعندما يكون النوع اللف متداخل في طريقة الدلندر يكون التقسيم على اساس السرعة البطية اللي هي اربع قطب وليست سنان قطب يتم التقسيم في طريقة منداخل على اساس السرعة البطية عدد المجاري عندنا هنا تحت كل قطبة تساوي 36 مجاري على 4 قط هي السورة البطيئة تساوي 9 مجاري لكل قط عدد المجاري الفازة الواحدة تحت كل قطبة تساوي 9 على 3 أوجه تساوي 3 مجاري لكل وجه قط اللف في هذا المحرك تكون 1 ل 12 1 ل 10 و 1 ل 8 بواقع 3 سرية لكل مجموعة البدايات المستخدمة هنا المجموعة الأولى للوجه الأول والمجموعة الخامسة للوجه الثاني والمجموعة التاسعة للوجه الثالث في محركات الليندر تختلف رموز البدايات والنهايات فهنا في رموز البدايات هنستخدم X و U و Z والرموز الثانية U V W وهي رموز السرعات ولكن نهايات الأوجه سوف نقوم بتوصيلها في هذا المحرك دل تداخلي كما سوف نرى ننتقل إلى رسم الانفراد سنبدأ هنا من رقم واحد الوجه الأول يرمز له Y بكس مع زرعة X بداية الوجه الأول ونقوم بسقاط ثلاثة سرية بخطوة لف واحد إلى اتناشر واحد إلى عشرة واحد إلى تمانية هنا واحد إلى اتناشر واحد إلى عشرة واحد إلى تمانية التوصيل الداخلي نفس داخل نفس المجموعة ملفات المجموعة يكون نهاية في بداية نهاية الملف الأول مع بداية ملف الثاني ونهاية الملف الثاني مع بداية الملف الثالث سουμε نقوم بسقاط المجموعة الثانية للو Storm الثاني والتوصيل الداخلي ايضا داخل نفس المجموعة كما نعلم نهاية في بداية نهاية في بداية هنا سيكون التوصيل في في هذا المحرك بين المجموعتان توصيل نهاية في بداية توصيل نهاية المجموعة الاولى مع بداية المجموعة الثانية ونأخذ منهم طرف الحام وهيكون اول ملف من ملفات السرعات هنا ايه الفكرة العامة هنا لو مر الطيار من اكس هيمر في اتجاه واحد ويكون هذا المهرك عدد الاقطابة تساوي ده في عدد المجموعات هنا المجموعين لمجموعاتين يقع اذا عدد الاقطاب هيساوي اربعة اما اذا مر الطيار من طرف السرعة السريعة هي discharge من هنا الطيار ينتقل الى الجنب هذا والجنب هذا اذا الطيار هيمر بالاتجاه وهنا هيمر بالاتجاه كده هيمر الطيار في اتجاه معاكس مدام مر الطيار في اتجاه معاكس ستكون عدد الاقطاب مساوية لعدد المجموعات هنا عندي مجموعاتين اذا المهرك سيكون ده يطلب اتنين قطبة السرعة العالية هذه فكرة المهرك يندر والتوصيل الداخلي طبعا اي مهاركة لندرسلاتين هتكون التوصيل بين اي مجموعة والاخرى دائما نهاية في بداية. توالي. هنا سنبدأ الوجه الثاني. الوجه الثاني هنبدأ من مجموعة الخامسة المرة في نفس اتجاه المجموعة الاولى. هذه مجموعة سنين سلاسة اربعة خامسة. ازا هنبدأ من الطرف تلاتة ترتاشر. بداية الوجه الثاني. هنا قلنا سابقا ان التوصيل هنقوم بالتوصيل دلتة داخلي. يعني نهاية وجه مع بداية وجه. توصيل دلتة داخلي. هنا نهاية الوجه هنوصلها مع بداية الوجه. نهاية الوجه الاول مع بداية الوجه الثاني. وكده يكون وصلناها دلتة داخلي. ثم نقوم باسقاط المجموعة الاولى مكونة من سلاسة ملفات. والتوصيل ايضا داخلي بين نفس المجموعة نهاية في بداية نهاية في بداية والمجموعة الثانية هقوم بسقط المجموعة الثانية والتوصيل نهاية هي بداية هنا سنقوم بالتوصيل بين المجموعتين نهاية المجموعة الاولى مع بداية المجموعة الثانية ولا اخذ منهم طرف الحام V وهو ملف السرعة العالية تمام طبعا عندي كده عندي انا فضلة نهاية الوجه الثاني. طبعا بعد ما نحدد الوجه السالس. الوجه السالس عندي هيبدأ من مجموعة التاسعة. المجموعة التاسعة. طبعا هندي المجموعة الخامسة. هذه السادسة السابعة التاسعة. نبدأ واحد اثنان سلسة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. هنبدأ من هنا الوجه الثالث. وهنوصل مع دلتا داخلي نهاية الوجه الثاني. كده تم التوصيل دلتا نهاية الوجه الثاني مع بداية الوجه الثالث. نقوم ايضا بسقاط المجموعة الولى. كونة من ثلاثة سرية. والتوصيل نهاية في بداية. نهاية في بداية داخل نفس المجموعة. والسرية الثانية والتوصيل الداخلي لها ايضا نهاية في بداية. وبداية نهاية الداية. هنوصل نهاية المجموعة الاولى اللي هي رقم اربعة وثلاثين ما بداية المجموعة الثانية مجرى رقم سبعة. وهناخد منهم طرف وهو طرف السرعة العالية يرمز له بدابليو. طبعا كده يكون باقي معنا توصيل نهاية الوجه الثالث هيوصل نهاية الوجه الثالث اللي هو في المجرى ستة ستاشر مع بداية الوجه الاول وبكده يكون تم توصيل المحرك داخليا دلتا ويخرج معنا ست اطراف للمحرك ابقوا معنا سوف نقوم بشرح كيفية ادخال التيارة السرعة العالية والسرعة البطيئة. واذا عجبك الفيديو دعمنا بالشراك ولايك وشير لنستمر. هنا توصيل التيار طريقة توصيل التيار للسرعات المحرك السرعتين. كما سبق الزكر اذا مر التيار في الطرف اكس ويو زت وهي بداية الاوجه سوف يمر التيار في اتجاه واحد. اذا ستصبح عدد الاقطاب النفس. ده في عدد المجموعات ده في المجموعتين اربعة اذا السرعة البطيئة. يوجه هندخل التيار على اكس ويو زت. لكن الطرف يو في و دابليو لا يدخل عليهم طيار ولا يغلقوا. لان المطرف اللحام في النص كأنهم غير موجودين. يوجه لا لا يوصل بيهم طيار ولا يغلقوا. يوجه هندخل التيار على اكس ويو زت هتدين السرعة ايه البطيئة. اما في حالة السرعة العالية هنقوم بقفل البدايات اللي هم اكس ويو زت. اكس ويو زت اللي بتوع سرعة بطيئة اللي هم بدايات يتم قفالهم. وهندخل التيار في منتصف المجموعات عن طريق يو وفي ودابليو. وكده هتكون دي السرعة العالية. وبكده يكون شرح الموضوع بالكامل حتى توصيل التيار الكهربائي على المحرك. اذا عجبك الفيديو دعمنا بالشراك وليك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.